حقاً أثار انتباهي خلال هذا الأسبوع تقرير الشامل الذي نشرته Financial Times حول توسع النفوذ الإماراتي في القرى الأفريقية طبعاً في توسع إماراتي في كثير من أماكن العالم لكن أفريقيا بالذات التقرير ركز عليها لسبب أن هذا التوسع له علاقة بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الإمارات في هذا التغلغل بالمال وبالمرتزقة وبالأسلحة لأنه في كثير من الأماكن يقطع الطريق على الصينيين والصينيون استثمروا في القارة السوداء استثمارات هائلة وطبعاً ما في مكان تتوسع فيه الإمارات إلا وتحدث فيه مآسي ومن أكبر المآسي طبعاً اليوم السودان وما يجري فيها وإن كان ينقل محرر التقرير عن الإماراتيين أنهم ينفون أنهم يدعمون طرفاً من الأطراف في أي بلد من البلدان التي لهم وجود فيها يشير التقرير إلى أن الإمارات تستخدم شركات الطيران التابعة لها كأداء من أدوات هذا التوسع مثلاً بروحوا لبلد مطارها متخلف غير قادر على استيعاب الطائرات الكبيرة بيتفعولهم بالغ عدة ملايين بيطوروا المطار طيران الإمارات أو طيران الاتحاد بيبدأ بيعمل رحلات إلى ذلك البلد فيصبح لهم موطئ قدم وهو يكون وسيلة لنقل ما يريدون نقله من أجل التمكن في هذه المواقع المطارات والموانئ خاصة عندهم موانئ دبي وعندهم أيضاً موانئ أبوظبي بالمناسبة وهذه إحدى الطرق ويسيطرون أيضاً على الاتصالات على شركات التليفونات خاصة الموبايل وعموم شركات الاتصالات إضافة إلى مجالات أخرى أهم شيء طبعاً هو التعدين مناجم الذهب والمعادن النفيسة تقارير بما فيهم إحدى المنظمات التي توبح هذا الأمر وهي اسمها سويس آد تحدثت على أن الإمارات تنهب من إفريقيا ما يساوي 500 طن من الذهب سنوياً قالت على 2022 و2023 كله عن طريق دبي بيروح بيروح عن طريق دبي شفنا كانت فضيحة كبرى قبل شهر أو شهر ونص من طرابلس كانت كمية هائلة كم كانت 16 ألف كيلو أو شيء من هذا في كثير من الجهات التي تراقب قضية الذهب قالوا أن في العشر سنوات الأخيرة هذه أقل شيء تم تهريب 2500 طن من الذهب وأن الوتيرة تتساعد وتتضاعف سنوات الأخيرة ماذا تقوم به؟ بالمناسبة لست متفق كثيراً مع ما قالته الفينانشل تايمز على أن الولايات المتحدة تشجيحها خاصة ضد الصين لأن في الحقيقة الإمارات لديها علاقات وطدت علاقاتها بالقوى الكبرى ومنها الصين سواء روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة كل واحد تتعامل معه في المجال الذي يهمه ويعنيه أكثر مثلاً مع الاتحاد الأوروبي تتعاون معهم في قضية محاربة الهجرة مع الصين طبعاً ساعدتها في قضية الإيغور بالمناسبة في هذه النقطة ولعبة دور بائس فيها لكن أخطر من ذلك هي أنها تتعاون معها في أماكن وتتنافس معها في أماكن الآن وجدناها في دول أخرى إضافة إلى هذا أصبح هناك الميليشيات سواء ميليشيات شركات أمنية إماراتية واضحة بالأسماء كانت تفجرت فضيحة نقل السودانيين إلى ليبيا قبل أربع سنوات إلا تتذكرون جيداً وكيف أنهم وعدوهم بأعمال في دبي وفي الإمارات فإذا بهم يجدون أنفسهم مع حفتر طبعاً قبل كذلك دور السودان في اليمن قبل الإمارات لها علاقة في نفسه شحنت ناس وجدوا أنفسهم في اليمن في اليمن حميدتي بالذات يعني حميدتي بالذات لعاد دور كبير على شحن السودانيين إلى القتال في اليمن والقتال في ليبيا طبعاً هم أنكروا قضية السودان ما السودان لكن السودان في الحقيقة في الأخير هو منذ نوفمبر الماضي ربما فقط أحداث غزة غطت ولكن خرج الجنيرالات كبار بما فيهم الكباش ليقول أن هناك دولة قازمة وهجمهم بشدة وأنهم يساعدون الميليشيات هذه التي تأتي بالمرتزقة يرقبون فضاعات هائلة سواء في الجزيرة أو في الخرطوم أو في الفاشر فاشر فيه فضاعات هائلة هذه الأيام ولكن أيضاً حتى في ولاية الجزيرة وغيرها الحقيقة أن دور الإمارات فيه جزء لهو قضية النهب لأن قضية السيطرة على شركات الاتصالات والتعدين والموانئ والمطارات وصلوا إلى ليبيريا في ليبيريا اشتروا ألف مليون هكتار من الغابات مليون هكتار من الغابات ويتوسعون الآن إلى بعض الدول التي فيها غابات كثيرة مثل تنزانيا ومثل كينيا هذه العلاقة أظنني بالبيئة بيشتروا الغابات هذه يعني هو علشان يعملوا أنه الكاربون ما يسمى كاربون بلو إلى آخر يعني هو أنت الآن قضية التجارة هي المشكلة في موضوع الإمارات حتى من خلال تقرير عندما تقرأ هو مشكلة ليس أنه أنت تريد أن تتاجر كل العالم يريد أن يتاجر المشكلة هو في النهب والمشكلة ليس فقط في النهب وفي تحطيم البلدان في الرسالة التي هو يريد من خلال هذه الاستثمارات لو كان هذا الاستثمار الذي يقوم به سواء كان يتفضل فيه في موضوع الموانئ والمطارات هي قضية استثمارية طبيعية زي ما بيجي بيستثمر مثلا في بريطانيا في هيترو ولا مش عارف ريش ولا آخر بيستثمر ولكن البلد آمنة ومطمئنة والآخرة المشكلة أنه الإمارات مع الأسف الشديد هي تحمل معها أينما ذهبت تحمل مشروعين اثنين أنا حسب فهمي المشروع الأول اللي هي الزعزع الداخلية اللي أي بلد بتروح إلها ومحاولة تحريض ناس على ناس في السودان بتحرض حمدتي على الحكومة في ليبيا بتحرض حفطر مش عارفين في اليمن وفي تشاد وفي كل مكان يعني هي تريد تدخل إلى أي بلد من البلاد بعنوان جذاب براق اسمه الاستثمار والبنية التحتية والتنمية لكن عمليا هي تقوم بتحريض ناس على ناس والقضية الثانية اللي هو المشروع اللي حاملته أنا مش عارف ليش هم حاملينه غير البشرية يعني قصة هالإسلام السياسي وين ما بدهم يذبحوا وين واحد يصلي وين واحد عنده فهم وين واحد عنده دين وين فيه مسجد لازم يحاربوه وين فيه معاحد بالفكر لازم يدمروه ينشؤوا مراكز من أجل علمنة الناس من أجل بعاد الناس عن الدين في كل ماكن وين لا أنت بك تستثمر يا أخي استثمر زي ما بدك ولذلك هي ليست استثمارات هي أهداف لأهداف معينة هي أولا تفكيك البلدان والفكرة اللي عندهم أين توجد الفوضى توجد الفرص أكثر فأكثر ويسيطرون على والسيطرة نربع متحدث عليها أكثر من مرة عندهم سيطرة المرنة اللينة وهي الطريقة التي يستخدموها الآن مع سيسي مثلا بشيراء شركات ومدن وطرق قوى هيمنة كبيرة جدا آخرها رأس الحكمة ب45 مليار صوفت باور وهناك طرق وهناك بلدان يدخلونها بالهارد باور هي اليمن السودان ليبيا هذه أمثلة والمالي تشاد الآن دخلين على تشاد مالي نيجر موريطانيا الآن والمغرب ومصر بالصوفت باور طبعا موجودين أيضا في الجزائر موجود موانئ دبي وهناك إشكالات مع هذه الجماعة التي تحكم اليوم في الجزائر الإمارات وصلت رأس الليبيرالية رأس التجارة العالمية اللي هي بريطانيا والولايات المتحدة رفضوا لموانئ دبي مثلا في الولايات المتحدة قبل 12 سنة رفضوا أن يسيطروا على موانئ في الولايات المتحدة هنا رفضوا لهم أكثر من مشروع آخرها مشروع التليغراف فأعتقد كانت سيطرة على جريدة تليغراف أنت ذكرت يا ليتهم بقوا في الإسلام السياسي إنهم يحاربون المسلم والإسلام بعبارة واضحة نقل إيلون ماسك قبل حوالي ثلاث أسابيع على وزير خارجية الإمارات نقل عليه مقطع في 30 أو 40 ثاني يقول لهم سنحذركم إن هؤلاء سيدخلونكم في كثير من المشاكل يقصد المسلمين حذر أوروبا من المساجد والمراكز السامية والمسلمين والجامعات والطلبة المسلمين عبدالله بن زايد وزير الخارجية يحرض على المسلمين في أوروبا الضبط نقلهم في أنتوا في أوروبا في 50 مليون مسلم نعم طبعا هو حتى يغاض هم أكثر من 50 مجوز الآن في حوالي 70 مليون في أوروبا الغربية وإحنا هيك بيقول بالنص أنا سامعوا بأذني يقول بالنص وإحنا بنقول لكم عقكم في بطنكم نعم شوف تخيل أنت إيش يعني عقكم في بطنكم يعني أنه كأن هؤلاء المسلمون 50 مليون الموجودين في أوروبا هم التهديد عق وتهديد في بطن أوروبا وهنا لا يتحدث هو وهذا الشيء من الغرابة إنه واحد باسمه عبدالله ويفترض أن المسلم بدولة مسلمة إنه هو يحرض دول أوروبا على مسلميها اللي هم منهم ملايين هم أوروبيين مش بس جاي من الخارج هو شوف الإمارات شيء غير طبيعي حالة الإمارات الحقيقة أصبح الظاهرة تحتاج إلى إلى دراسة وتحليل لأنه ربما من أهم الأسئلة التي تطرح هي أنه هل الإمارات تتحرك هذه التحركات على مستوى العالم من ذاتها لأجل مصالحها كما تراها أي مصالح مشوهة لكن هل هي أم هي تعمل بالوكالة نيابة عن مشروع ضخم لا تقع هذه الأثنين أنا أعتقد أنه هذا هو السؤال الأهم لأنه فعلا هي واضح جدا من حركة الإمارات السوفت والهاوت هي في مسألة السيطرة على المناطق الاستراتيجية والنقاط الاستراتيجية وخاصة مناطق العبور الـ Access Points من موانئ ومن مطارات ومن أراضي ومن غير ذلك بحيث أنها هي هذه الدولة التي ربما لا ترى على خارطة العالم بالعين المجردة هذه الدولة تصبح هي الحقيقة البعبع الذي هو موجود في كل أنحاء العالم وتضطر القوة الكبرى أن تتفاوض معها على أبسط المساء يعني اليوم مثلا وجود الصين في أفريقيا وجود الصين في أفريقيا جزء من عنده هو بإعانة ومساعدة الإمارات وجزء من عنده هو ممنوع من قبل قوات ومصالح وحلفاء ووكلاء الإمارات فالحقيقة طريقة التعامل هل أخفيك من ناحية المجردة هي في غاية الدهاء وفي غاية الشرانية لكن الذي الذي تفضلت فيه إذا كان هذا مجرد السيطرة ومجرد النفو بكل الدول تبحث عن هذا لكن أنت لماذا تحمل معك في هذه السيطرة وفي هذا النفو تحمل معك مشروع عدائي لشيء أنت يفترض أنك تمام لأنه يعتقد ليش يعني مين اللي أنت تعال على إفريقيا إفريقيا مفتوحة لكل العالم الذي يبشر بإفريقيا مسيحي والمسلم وغيره لماذا أنت إما أنك تترك التجارة تتركها تجارة فقط أو أنك أنت التجارة تدخل معها هو مش بحاجة للمال هو بيستخدم التجارة من أجل تحقيق المآرب بالطبط السياسية من أجل القوة وهي شوف يعني أنت لما تشوف الذي حصل في ميناء الحديدة الذي حصل في ميناء الحديدة الحقيقة هو نموذج لطريقة لتوجه أنك أنت تأخذ هذا الميناء الذي هو يقع في مكان من أكثر المناطق من حيث الأهمية الاستراتيجية على مستوى العالم تأخذ هذا ميناء الحديدة وتؤجر لمدة مائة عام مقابل مبلغ يقال حوالي عشرين مليار طبعا هذا مبلغ زيد جدا لكن عشرين مليار أنا أخذت هذا الميناء ماذا أفعل به وعطله ما أفعل به شيء وعطله أود الموظفين أقولهم روحوا ما في حاجة هنا هذا هذا بذاته يدللك على أنه المثل ليست فقط والله كسب تجاره وما يستطيعوا أنه هذا يبنون بمنطقة حرة تصبح هي المسيطرة على العالم كله لكن لم يفعلوا الغرض هو غرض تدميري غرض تفكيكي وليس غرض بنائي في جانب آخر في هذا الموضوع يعني ليس ليس فقط يعني للتخريب أنا في رأيي كل دولة كما قلت يعني تحاول أن تعزز نفوذها في الخارج وأيضا تستفيد يعني تعزز مصالحها البادية لماذا تنجح في دول وتفشل في دول أخرى تنجح في دول لديها مشاكل داخلية هي ليست بالضرورة تخلق هذه المشاكل أولا هذه الدول لديها مشاكل داخلية دولة الإمراض وغيرها تستغل الخلافات أو المشاكل داخلية هي لا تخلقها ربما تحاول تخلق لكن في كل الدول التي نرى لها نفوذ هي لديها مشاكل داخلية في الأساس تستغل هذا الخلاف الداخلي وتحاول أن تتمدد لتفرض نفوذها وفي رأيي الأساسي هو لخدمة مصالحها المادية يعني مثلا الموانئ مثلا بسيط الموانئ أنا أعرف أن الحديدة وغير الحديدة كثير من الموانئ هناك خشية على نفوذ من دبي فهذا يستدعي على الأقل تعطيل الموانئ القريبة أو المنافسة أخي جعفل دعني اختلف معك قليلا فقط هنا شوف أنت قلت ربما من أجل المصالح ما هي مصلحتها في مهاجمة المسلمين في الغرب لو كانت مثلا تبررها مثلا لأنها تريد مصلحة مادية وربما تعطل الحديدة لأنها منطقة علي تنضي إلى آخره لا إضافة إلى الموضوع التجاري وموضوع المصالح هناك شيء آخر وأكبر نعطيك مثال آخر من هم أكثر اليوم مع من في الهند هذا الذي يقال الآن أنه عاد وفاز بالانتخابات طبعا هذا يقول على نفسه أنه اليوم أنه إله بالمناسبة مودي جاءوا به إلى الإمارات فتحوا له المعابد الهندوسية يحاربون المسلمين ومودي يحارب المسلمين كما لم يحدث في الصين حتى في زمن الاستعمار البريطاني ضيف إلى ذلك أثيوبيا أثيوبيا التي تقطع المياه على مصر والسودان وتحارب في كثيرين هناك حتى في المسلمين داخل أثيوبيا تلقى دعماً كبيراً جداً من الإمارات إلى الدرجة أنها أجرت لها قطعة من الشاطئ من أرض الصومال لخمسين سنة أو في الحقيقة أنك حينما تنظر لها تجدها تتحالف ولذلك أنت طرحت سؤال مهم جداً قلت أيضاً لماذا تقدم على ذلك لأيضاً هذا مهم لأن القوى الكبرى مهم لها أن تدخل بلد عربي مسلم لكسر المسلمين لتدمير أوطانهم فهي أيضاً تقدم هنا خدمات للقوى الكبرى التي لا تريد لا لهذه المنطقة ولا للمسلمين أن يقومون هي لا تفعل ذلك إلا بسبب وجود قناعات راسخة لدى القائمين على هذه الدولة بأنهم يحمون مصالحهم بما يفعلونه يعني هم لديهم قناعة مش قضية بس خدمة للغرب درجات هي بدرجات هما بيعتبروا حكام أبوظبي بالذات بيعتبروا أن النشاط الإسلامي أي أن كان نوعه هو خطر على وجودهم فيحاربونه في كل مكان يعني الآن النشاط الإسلامي الذي يدعونه اللي هو مسموه بين الكسين الإسلام السياسي طيب الإسلام السياسي هذا قلت أنكم حاربتم مثلاً ثورات الربيع العربي لأنه سيطر عليها الإسلام السياسي وفاجوا في الانتخابات في مصر وفي غيرها وبالتالي حاربتموها لخشة أن ينتقل هذا النموذج إليكم طيب ما ذنب مسجد موجود في إحدى مثلاً أحياء لندن وعندما تحدث عن شي واقع يعني نعرفه مسجد له حساب في بنك وانت بتروح تحرض لإغلاق هذا الحساب نعم ليش؟ لأنه انت إلك أسهم في هذا البنك كثيرة وبتقول لهم ما تخلوش ولا حساب ولا جمعية إسلامية ولا مسجد هذا المسجد لشو بعمل المسجد؟ بيصلوا الناس فيه وبروحوا وانتهينا وخلصنا المقصود أنه فيه تقصد ليس فقط قصة مصالح مادية نعم تقصد أنه يحمل مشروع التكوين شيء مضاد لثقافة الأمة لدين الأمة لقيم الأمة وبالتالي مثلا إذا تعرفوا قبل فترة اللي ما أنشئ في مصر اللي بسموه هذا التكوين صحيح التكوين اللي هو جمع كل النطيحة والمتردية وما أكل السبع من الأمة الناس المنحرفين فكريا جمعهم في شيء واذهب خلفه ستجد خلفه من؟ الإمارات صحيح وكذلك حتى بعض المشاريع البحثية الموجودة في الإمارات شو اسمه هذا في عندهم مشروع اسمه مسبار كلها في النهاية انظر إلى النتيجة من الذي مستشارهم المقدس طوني بلير يعني شو في النهاية بدي يخرج من هذا المشروع بدي يخرج من هذا المشروع أنه وين في شيء في عداء أستخدم أنا مالي القاروني هذا الكثير جدا في ترخيسيق هذا العداء لهذا الأمة ولهذا الدين أبو أنس الإمارات شوف علما أنه كم تدخرت بالمناسبة في الآن مشاريع ضخمة في وسط آسيا طاجكستان وكزاغستان وتركمانستان هذه المناطق هذه لكن يعني ليست تقريبا هناك بقعة من بقاع العالم إلا والإمارات لها فيها يد الملاحظ بأنه ليس منها أي مشروع إطلاقا مشروع بناء وإعمار يعني هذه المناطق التي تدخل لها الإمارات تعمير ومشارف وزارة السعادة ليس هناك شيء من التطور ليس هناك شيء من النماء ليس هناك شيء من بناء القابليات والقدرات إطلاقا إطلاقا بينما الإمارات بقدراتها المالية بقدراتها المالية تستطيع أن تبني أروع معاهد الفكر والتطوير والابتكار والاختراع على مستوى العالم قط تستطيع أن تبني أحسن الجامعات تستطيع أنه تدرس مئات الآلاف من الطلب بالمجان سنويا تستطيع أنه تبني مشاريع لكن هذا مخالف للتوجه وهذا هو موضع السؤال أنت اللي ذكرته صحيح لكنه هذا أنت وينما تروح يعني في ليبيا ماذا بنوا في السودان ماذا بنوا في أثيوبيا ماذا يبنون ما الذي يفعلونه مشروع تخريب أيها أخلك إيش السر هو الحكام الإمارات الزايد بالذات يعتبرون أن كل نشاط إسلامي في العالم من ورائه جماعة الإخوان المسلمين عندهم إشكال مع الإخوان المسلمين حتى لو الإخوان المسلمين ما لهمش علاقة ممكن يكون نشاط إسلامي عادي جدا يعني جالي وكذا لكن خلص هما بيعتبروا أنه لا بد أن الإخوان من وراء هذا النشاط ويريدون أن يجتثوا أي شيء يعتبرون أن الإخوان لهم علىهم لكن المشكلة أنهم انتقلوا من قضية الإسلام السياسي أو الإخوة المسلمين إلى المسلم إذا محارف تدين إلى حارف تدين وليست المسلم كمسلم وكإسلام والتحريض عليهم علاقاتهم باليمين المتطرف الغرب علاقات الآن ثابتة واليمين المتطرف الهندي واليمين المتطرف الهندي واليمين المتطرف اليثيوبي أين يوجد تطرف ضد المسلمين يحرضونه يمولونه يدفعون له يشجعونه ينشئون لهم القنوات ينشئون لهم المواقع ينشئون لهم الإذاعات يحاربون حربا شرسة غير مسبوقة أن قام نظام يسمى أنه مسلم بهذه الطريقة المصيبة أنهم ينسبون إلى العرب والمسلمين هذه هي واسمها الإمارات العربية ها هي الكارثة التي قد تخدع البعض نحن لدينا حتى في الجزائر الفترة معينة كانوا الناس مخدوعين فيه مثلا نظام الجزائري اليوم يحارب الإسلام ويحارب المسلمين ويحارب حتى هذا لما اختلفت مع الإمارات تحاربوا صحيح إذن هي بالنسبة إليها الهيمنة والسيطرة وتفكيك بلدان المسلمين وشيطنة المسلم وليس فقط ذلك المسلم الطالب أو الناشط أو المجتهد أو الذي يريد خيرا بأهلي أو البشرين هذه المشاريع التي بادرت الإمارات فيها بشكل علني وخاصة في مسألة خصخصة الحروب والصراعات اليوم جيوش مستأجرة مرتزقة بعشرات الآلاف يأتوا من بلاد فقيرة ويعطوهم مبالغ مجزئة ويشغلونهم في الصراعات يعني بالضبط نفس العقلية تسعرف هذا لم تكن الإمارات هكذا في السابق أنا أظن أن نقطة التحول كانت ربيع العربي لا قبل ذلك أحداث 11 سبتمبر والله قبل يا أبو نادي صدقني قبل بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة منعوا الشيخ القرضاوي من الذهاب كانوا يعطوه جائزة كان عنده كل يوم سبت مش كان عنده الشريعة والحياة يوم الجمعة في الدوحة في الجزيرة كان عنده يوم السبت في تلفزيون أبو ظبي حلقة أسبوعية منعوه منعا باتا من دخول البلاد بعد أحداث 11 سبتمبر أبو ناجي طيب شو مصلحة عفوا شو مصلحة 11 سبتمبر في أمريكا والذين شاركوا الذين شاركوا في هذههم ومعظمهم من المملكة العربية السعودية وليس من الإمارات ما فيش ولا إماراتي ولا في واحد منك ما أعظم كان إماراتي بل في واحد السمان الشحي الشحي كان فليمان الشحي واحد فأنت ما مصلحتك أنه أنت تقوم بهذه الهجمة ضد الإسلام لا نقول ضد الإسلام كإسلام قد تدين كتدين وتشجيع هنا هي نقطة برضو جديرة بالذكر تشجيع بعض الصوفية المنحرفة أو الصوفية التي تقدس الحكام أو بعض الجهات التي حتى المدخلية في اليمن بحيث أنه أنت كأنك تريد أن أولا تحارب الإسلام كإسلام سيبك من أن الإخوان وغير الإخوان ثم تبرز مجموعة من نتوآت في العالم العرب الإسلامي اللي هم هامشيين اللي يصبحوا كأنهم هم الأمة هذه المشكلة أنا ممكن تفسير ما أعرف ذلك ديش دقيق الدول عادة بحاجة إلى عقيدة وطنية لشد العصب أعتقد ربما كان العداء للإسلام هو جزء من هذه العقيدة لشد العصب الداخلي يعني كأنك تخلق عدوا تريد أن تمحور كل نشاطاتك حول هذا العدو الآن ربما هذا آخر الأمور هو هذه الخصومة المتساعدة بين بن زيد و بن سلمان خاصة حول محمية الياسات وخضايا أخرى في الحقيقة وربما هذا ربما هذا قد يخفف صراعاتهم فيما بينهم قد تخفف هذه الحملة الشعوى التي تخوضها الإمارات بالذاتة هناك عداء في مصر هناك عداء في سعودية نعرف هذا كله لكن الإمارات تذهبت بعيدا جدا تفسير 11 سبتمبر أنا أتفق معه في أن كونوا أنهم شافوا أن جاء نيو كونز جاءوا المحافظين الجدد بكل كوارثهم بكل خطابهم متطرف فهم التسقوا بهذا الخطاب ثم تماهوا معه ثم ذهبوا أنا أذكر شوف حتى قبل 11 سبتمبر كانت الإمارات مفتوحة يعني الإسلاميون يذهبون إليها وفيها نجطات إسلامية بدأ نوع من التضييق البسيط لكن ما بصار فيه شراسة وحرب شعواء ومعلنة إلا بعد 11 سبتمبر عمليا بدأت الاعتقالات لبعض النشطة من الفلسطين وغيرهم بعد أزمة الخليج بعد احتلال الكويت بدأت بعد ذلك في مسيرة مختلفة كان واضح الحس الأمني أصبح الجو الأمني أصبح التضييق على المؤسسة أصبح مثلاً مصادرة جمعينة الإصلاح كان جمعينة الإصلاح حاجة فخمة الحقيقة والإرشاد الاجتماعي بعد 11 سبتمبر لا 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 جمعينة الإصلاح سيطر عليها الأمن في 91-92 سيطر عليها منطلعوا كل الأمور يعني منذ وصول محمد بن زايد إلى الهيمنة يعني بدأ أولاد أولاد زايد بدأوا يأخذون شيئاً فشيئاً مفاصل الدولة ولا سيماً المتعلقة بأي حالة إصلاحية إذن 11 سبتمبر جاء لكي يبرر ويدفع يعطيهم حافظ وعربي العربي لكي يعطيهم أنهم على حق أن هذا خطر كبير وثائق اللي سربت وكيليكس وكيليكس سربت قرأت بعض الوثائق مترجمة أنه في لقاء ما بين محمد بن زايد وأظن أحد السفراء الغربي سفير أمريكا أو شيء وتسربت فيه هذه لفت نظري في هذه الوثائق اللي محمد بن زايد والسفير قضيطين قضية الأولى يقول له محمد بن زايد يقول للسفير في اللقاء أنه لو كان شعوبنا هو بحكي عن شعوبنا تعلم ماذا نفعل لضربتنا وجوه لضربت وجوهنا بالأحذية الله أكبر هذه واحدة اثنين بقول لك إحنا بنعمل كل هالشغل بنشتغل كل هذا وبنخدم كل هالغرب وبنعمل كل هالستثمارات اللي ضد الإسلام وضد التدين وتطرف وبعدين بتطعلك شيخ من مكة بخطبة جمعة بلغينا كل شيء اشتركوا في القناة